اشتركوا في القناة باركوا 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 في القناة وصنع ثمرا حين زنذار الزوان أيضا فقال عبيد ورب البيت وقالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعتا في حقلك فمن أين له زوان فقال لهم إنسان عدو فعل هذا فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه فقال له لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه دعوهما ينمياني كلاهما معا إلى الحصاد وفي وقت الحصاد يقولوا للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرقا وأما الحنطة فاجمعوها إلى مغزنيه قدما لهم مثلا آخرا قائلا يجبه ملكوت السماوات حبتا خرد لنا خزها إنسان وزرعها في حقله وهي أصغر جميع البذور ولكن متى نمات فهي أكبر البقول وتصير شغرة حتى إنها طيور السماء تاتى وتتآوى في عصانها قال لهم مثلا آخر يجبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها إمرات وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم لكي يتم معقيل بالنبي القائلي سأفتحوا بأمثال فمي وأنطقوا بمكتمات منذ تأسيس العالم حين ذنصرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت فتقدم إليه تلميذه قائلين فاسر لنا مثلا زوان الحقل فأجاب وقال لهم الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هو ابن الملكوت والزوان هو ابن البشاة والعدو الذي زرعه هو إبليس والحصاد هو انقضاء العالم والحاصدون هم الملائكة فكما يقمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان حين ذن يضيغ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم من له ذنال للسمع ، فليسمع ه والمكدول الله دائما ربي دموغوت